طيب نروح للسعودية يعني حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي كل عنوين الصحف الرياضية تتحدث عندها واستعملوا حتى بعض المصطلحات اللي حتى ما تمسيش مع الكورة يعني اللي هو ازاي ده حصل وازاي ده كده ميسي وصوره والأزمة واللي موجودة عنه فهل كان متوقع ان السعودية تحقق النتيجة دي؟ لم يكن متوقع الاطلاق ويمكن شركات المراهنات حول العالم خسرت مية وستين مليار دولار مية وستين مليار دولار نتيجة ان محدش كان متوقع ان ممكن منتخب الارجنتيني يخسر مش هتعملها تاني يخسر ادوا درس انه يعني العرب قادمون لا خلينا نتكلم ان المنتخب السعودي اللاعبي ورينار مدربه هم فعلا ادوا درس ان كرة القدم لا تعطي الا لمن يستحقها هو بالفعل لعب شوط اول تكتيكي جدا للعب على مسيط التسلل شوط تاني كان رائع التكنيك مختلف تماما وتكتيك جديد او غير اللاعب بشوط الاول هو لعب في الشوط الاول على مسيط التسلل ثلاث اهداف بتتلاغي المنتخب بالارجنتين الرجولة فيه صورة هي موجودة على الهوى من الماتش والماتش الحقيقة حتى صوره يعني ملأة كل الصحافة الرياضية لانه هو من المفاجآت يعني هتفضل هذه المباراة مباراة تاريخية مفاجآ واداء قوي لمنتخب الارجنتين في الشوط الاول ثلاث اهداف ملغية ضرب الجزاء بيسجل منها طبعا مسي الاقاع في الشوط الاول كان سريع وسيطارة لمنتخب الارجنتين فجأة بيحصل في الشوط التاني ريمونتادة نتيجة ان اللعيبة بيكلموا انه هما بين الشوطين المدرب ادالهم جرعة حماس هي اللي قادتهم للفوز والانتصار ده هرني رينار مدرب السعودية قال هيرفي رينار قال قبل بداية البطولة ان منتخب السعودية سيصعد للأدوار الاقصائية الجميع استنكر لان طبعا كان يقول كده وخلاص ده المدرب بتاعه صحيح لان منتخب الارجنتين حانت بوسي الصور يا نجوة الصور كلها فيها تكنيك هو مدرب عبقاري اه يعني الصور فيها تكنيك في لعب على الكورة في لعب على المواقع المختلفة فيه تكنيك يعني انت هنا لما تشوفي تقولي ده فريق بيلعب مش فريق بالحظ والفكرة ان هما لم يكتفوا بالتعادل يعني يمكن اللي حصل مع تونس والمغرب ان هما اكتفوا بالتعادل يمكن كانت تونس هي الاقرب للفوز على الدينماركي يمكن انا وقتها كتبت قلت ان تعادل بتعمل خسارة لمنتخب تونس لانه كان قادر على الفوز بالماتش دي لانه منتخب الدينماركي مش من المنتخب القوي ولكن اللعيبة هقولي حليقة لقطة مهمة كان في الدقيقة تقريبا 85 كان فيه تبديل لعيبة منتخب تونس بتسلم على وعده وهي بتدحك راضيين عن التعادل لعيبي منتخب السعودية لم يكونوا راضيين بالتعادل وكانوا يلعبوا على الفوز هنا العقلية المختلفة هل كمان الروح الرياضية اللي نزل بيها الفريق السعودي وانه كان دايما بيتقلهم احنا عايزين كنت لعبوا الكرة حلوة انسوا النتيجة انسوا كاس العالم احنا عايزين اداء مشرف فالروح وانه هو نازل يلعب بجد هو مش قلقان من نتيجة دي اللي خلت النتيجة تمقوين وفيه عامل مهم جدا هو وجود الجماهير بكسافة يمكن احنا بنقول ان للأسف منتخب مصر غيابه عن النسخة دي شيء يعني مش جيد لان كان عنده حظوظ بوجود الجاليات او الجاليات المصرية في قطر او المصريين اللي كانت تقدر تسافر كان هيكون بكسافة جديدة جدا اكتر من ما حصل في روسيا مثلا في النسخة اللي فاتت فكان وجود الجمهور هو عامل قوي يعني احنا دايما نقول ان الجمهور لعب رقم 12 صحيح نعم